نعم النتائج ربما الملموسة التي جاءت من خلال هذه الزيارة هو أن هناك انفتاح وتعاون ما بين العراق والأمم المتحدة وتحديدا مع شخص الأمين العام للأمم المتحدة في مسألة النازحين والسلم الأهلي ومسألة تسوية الخلافات وأيضا استقرار الوضع في العراق ودعم النظام الديمقراطي هذا ما أعلن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا من قبل المسؤولين السياسيين في بغداد الذين التقاهم يوم أمس أما اليوم فالأمين العام للأمم المتحدة لديه زيارة إلى أربيل قبل ذلك طبعا ذهب إلى نينوى والتقى بالنازحين في أحد المخيمات الموجودة في محافظة نينوى وبعد ذلك سيتوجه الأربيل ليلتقي أيضا كبر مسؤولين في قيم كردستان سيبدأ مباحثاته مع المسؤولين في قيم كردستان لإيجاد تسوية ما بين بغداد وأربيل حول الخلافات الموجودة ما بين الطرفين وأيضا الإمكانية دعم قيم كردستان في المجالات الإنسانية وفي مجال أيضا السياسة ومجال الديمقراطية كل هذه الأمور جاءت خلال زيارة الأمين العام الأمم المتحدة في بغداد والتي سيختتمها في قيم كردستان طبعا هذه الزيارة جاءت بناء على طلب من قبل وزارة الخارجية العراقية ومن قبل الحكومة العراقية للأمين العام الأمم المتحدة بأن يزول العراق وأن يطلع على الأوضاع الموجودة فيه وأن يقدم للعالم ما رأاهه داخل البلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة